اهلاً وسهلاً بحضراتكم القضية اللي هنقشها النهاردة ليست قضية جديدة ولكنها منذ سنوات طويلة انا كنت محرح حوادث من التمانينات وتطور الامر مشكلة مساحات الادمان هي مشكلة مزمنة علاج المدمنين في مساحات غير مرخصة او غير معتمدة يعمل بها طباء وبعض غير المتخصصين هي كارتة حققية نذكر جميعاً عندما توفي شقيق المطرب رامي صبري عندما هرب من احدى المساحات ثم اكتشفنا ان هذه المساحة غير مرخصة وغير مناسبة وغير مؤهلة وقلنا ان في ناس عاملين مساحات تحت برسلم وناس واخد بيوت في اماكن نائية وبتاخد المرضى بتحبسهم وبتعرضوا للضرب وبتعرضوا للاهانة والعلاج غير ملائم اطلاقاً ايضاً بعض الاطباء غير المتخصصين الذين يقومون بالعلاج ايضاً تجارة المخدرات التي تنشط في بعض هذه الاماكن الغائبة عن الرقابة الامر لم يتغير كثيراً بل على العكس قد يزداد سوءاً ما هي ملامح هذه الازمة كيف يمكن ان نصل الى حال ده اللي هنقشه النهاردة مع ضيوفنا الاعزاء واحنا ضفتنا العزيزة النهاردة هي مقدمة اختراع حول تطوير اللوائح المنظمة لمساحات علاج الادمان علشان تتربط بسندوق علاج الادمان الاستاذة النائبة سوها سعيد وكيل لاجنة الاعلام والتقافة في مجلس شوف اهلاً وسهلاً اهلاً وسهلاً انا كمان الدكتور احمد حسين عضو مجلس نقابة الاطباء اهلاً وسهلاً اهلاً بك استاذة ممكن تقول لي هو ايه المشروع او الاقتراح اللي حضرتك مقدمة بالضبط ايه سبب تقديمه هقول لحررتك هو انا يعني مبدئياً انا امين سر تنسيقية شاب الاحزاب والسياسيين وداخل التنسيقية عندنا مشروع كبير اسمه العدالة الثقافية احد محاوره هو يعني علاج الادمان او المتعافين من الادمان دعم المتعافين من الادمان واحنا بنشوف المشروع بنشتغل عليه لعينا انه الادمان لتلات مراحل مرحلة اللي هي ما قبل الادمان اللي هو مرحلة التعاطية وده مرحلة الادمان نفسها وما بعد الادمان اللي هو الدمج المجتمعي للمتعافي أثناء مرحلة الإدمان هو ده اللي احتى بنتكلم فيه اللي هي المصحات الخاصة لعلاج الإدمان الإدمان في التسعينات كان مقتصر على طبقة اجتماعية معينة قادرة على شراء مادة مخدرة وتنى وعيات المخدرات أصلاً إليلها أقل وترويجها كان أقل النهاردة احتى بنتكلم في أنواع مخدرات متدولة جداً وأثارها رخيصة قوي مخلقات ومصنعات وبتفسد حتى عقل أولادنا بالكامل لأنها بتتلف خلايا المخ بالكامل وبيتعاطى الفقير كمان بيقدر يتعاطى والغير مقتدر وبالتالي علاج الإدمان مش بيتم إلا داخل مصحة علاج إدمان اللي تكلفة الليلة في المصحة المرخصة بتتجاوز لـ 500 جنيه يعني هي من 450 جنيه مرخصة؟ أه دي مرخصة لأنه عبس هارتك بتكلمي على مستوى برضو محدود عشان كده مش بنقدر في أماكن بعشر تلاف وسبعة تلاف ما هي بتبتدي بتبتدي مش أقل من 450 لـ 500 جنيه دي اللي هي ده عم دينا مساحات فيفستارز برضو فيه بس لو قلت أنه يعني أسرة اتلاها ربنا أسرة يعني متوسطة الحال اتلاها ربنا بولد أو بين ده هيعمل من غير أي علاجة ده غير التكلفة اللي تكلفها أثناء فترة الإدمان نفسها وبالتالي كنا شايفين في التنسيقية أن احنا محتاجين نتوسع في بناء يعني مساحات تكون خيرية أو على نسق مثلا دور المسنين أو على نسق دور رعاية رأيتاني يبقى عندي مساحات بالشكل ده خيرية أهلية أقدر أن أنا أسيب ابني فيها من غير ما تكلف كلفة مادية كبيرة فبتبين ندورة على ترخيص المساحات اكتشفنا أنه في عدد كبير من الدكاترة المحترمين اللي عايزين يعملوا مساحات بيواجهوا مشاكل كبيرة قوي في الترخيص وهم بيقدروا كمان يوجدوا أسرة مجانية داخل المساحات بتاعتهم علشان يعالجوا الغير مقتدرين ومع ذلك هم عندهم مشاكل في الترخيص فلما جئنا ندورة على الترخيص لقينا أن هي موجودة عند وزارة الصحة العلاج الحر يعني احنا كنت لسا بتكلم مع الدكتور قبل الهوى أنه هي دايرة شديدة التعقيد لا تليق بالمرة مع الوضع الحالي للإدمان يعني هي المنشآت الطبية اللي هي مساحات حضع لقانون من سنة 81 تعديل وكان في 2004 الوضع يتغير من 2004 دلوقتي بنتكلم في 20 سنة يعني احنا محتاجين تعديل لهذه اللوائح علشان نقدر نتوسع في بناء المصحات ونسهل ترخيصها لأنه في المقابل في المقابل الحادثة بتاعت اسماعيلية الشهيرة الولد اللي قطع رقبة واحد ومشي في الشارع دا كان نتيجة أنه آرحوا مساحة قفلوها سرحوا الولاد اللي فيها لأنه دلوقتي برضو القانون فيه أنه مش من حق الأهل أنهما بالنفذ الدارج يشحنوا ابنهم أو يدوا ابنهم غصبا عنه ويتعالج وما فيش مضمن هيروح يتعالج برجله ويقول لك أنا عايز أتعالج أو عايز وفي اللحظة اللي بيفوه فيها وبيقرر بيتراجع بينك بيبقى موضوع انتهى وبالتالي فبتبقى كرثة صعبة قوي يعني فيه ولاد فيه واحد كان نط من الشباك من الشباك قطه على شجرة ووقع دراه وكسر لأنه مش عايز يتعالج لأنه برضو تسرحوه من المصحة بنفس الطريقة لأنه المصحة مش مرخصة وبالتالي موضوع المصحات هل توصلتوا في التنسيقية وفي اللجنة اللي بتقعمت كوحة دي لأعداد المصحات عدد الأسرة عدد الأسرة احنا يعني بنتكلم انه فيه مؤشرات بتقول انه عدد الأسرة في مصر من خمسة وعشرين تلاتين ألف سرير ده المرخص لا المرخص 1500 سرير الحكومة عندها من 700 إلى 900 سرير ده لا تاني معلش من خمسة وعشرين لتلاتين ألف سرير غير مرخص ده غير مرخص غير مرخص ودي ودي كاتيجوريز واسعة لأن احنا بنتكلم من أول شقة فيها سبع سرير وقوة كده عاملة زي العنابر لحد ما بنتكلم على مستشفى بس عندها مشاكل في ترخصها مستشفى قديمة وكبيرة وموجودة وكويسة وكل حاجة بس عندها مشاكل في الترخص ليسه مرخص هي قدمت بتتعثر في إجراءات الترخيص المعطلة جداً واللي اتفقت عليها أنا والدكتور برا قبل الهواء خلينا أخذ الدكتور أنا هرجع ليتكلم بالتفصيل أرجع للدكتور وتقول لي هي أصل الأزمة فين؟ وهل للنقابة أنا عارف أن النقابة معنية بالأطباء لا بتدي ترخيص ولا هي ممكن تسحب ترخيص طبيب أو تحيل طبيب للتحقيق أو خلافه إيه دور نقابة الأطباء؟ هل لديكم تصورات عن هذا الواقع؟ هل لديكم مخترحات تخدمتم بها؟ طبعاً هو يعني أنا بس هضيف لحالتك معلومة إحنا لحد الوقت لا اهتماماتنا الأطباء والمرضى الحية وعندنا جزء برضو معنين به بالقانون اللي هو تسجيل المنشأة دي مرحلة في مراحل الترخيص بتليها العلاج الحر يعني في بداية الـ بيجيلك النقابة الأول؟ آه بنسجل وبنعاين المكان وبعدين بيروح وزارة الصحة بنبعثه وزارة الصحة خطوة من خطوات الترخيص خطوة من خطوات الترخيص الأزمة هي الأزمة بدقة من زمان وهي الحقيقة يعني تطلق عليها كارثة ومحتاجين حلقات بس أنا أحاول أختصر المشكلة التصنيف حضرتك وسيت النائبة هضيف عليه بس أن الحاجات الغير مرخصة من الأماكن اللي فعلا فيها فريق مؤهل وناس بتشتغل صح والباقي هطلق عليه أوقار يعني الباقي صحيح الأوقار اللي زي حضرتك قلت دي تحت بير السلم دي أوقار وبتكترق دي بيباع فيها المخدرات بيتباع وبتتسلسل المرضى وبتضربهم بس حاجات بير أدمية والأهل بيبقوا مرتاحين ويخليه بعيد عنهم بالزبط أنت حاج زي ما قلت الأهل بيبقوا مرتاحين ليه لأن ما فيش مصار تاني قدام الأهل ما هو بيعانوا من مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية ومشاكل بيئية ومشاكل فضائية تمام فهو بيضطر عشان يخلص من ومش لاقي المكان وصندوق علاج الإدمان لا يستطيع أنه يعالج كل الأعداد الموجودة هو صندوق مكافحة الإدمان أنا بس مختلف هو صندوق ليس للعلاج هو صندوق لتمويل تمام ومساعدة المعنى بالعلاج تمام في تنفيذ البرامج المشكلة بس اللي ممكن نختلف في جزئية معها مع سات النائمة إن أنا بدل ما أو لقيت حاجة فيها مشكلة وفيها عراقيل اللي هي الترخيص بدل ما أحلها تمام في ترخيصه ده الصحة اللي هي المعنية بالعلاج أدور على مكان تاني غير معني يديني ترخيص بشكل أسهل ده قد تزيد من المشكلة أنا رأيي لا فاهمني الجزء هقول لي حضرتك أنا رأيي الحل إحنا دلوقتي وكم على فكرة من أصدقائي وزمائلي الأخصيين والاستشاريين في علاج الإدمان أفلوا الأماكن وسافروا برا ليه؟ عشان أرخص سواء مركز علاج إدمان أو مستشفيات خاصة بكل الأشكال أو منشايات لازم بعد على حماية الدفاع المدني عشان الحريق بعد على الحي يلزمني أن أنا أعمل إداري أنا مش مهن تجارية على فكرة بالقانون تمام؟ الحي بيلزمني أن أنا أخذ مكان إداري مكان إداري ده تمام؟ ملايين ملايين اللي بيعد علي حماية المستهلك اللي هما بيعدوا على الشاي والسكر بيعدوا علي البيئة التموين تمام؟ كم من العراقيل وكم من الحقيقة الترصد للمهنة أنا مش داد الرقابة بالعكس بس الرقابة من المعنيين الرقابة من الجهات المعنيين نعم اللي بيحصل بقى إيه؟ إن الناس اللي صح ومؤهلين تمام بدلوش يشتغلوا في الوسط ده فبيقفلوا بدي للأسف الشديد اللي شغال هي الأوكار اللي تحت بيل السلم يعني هما بيعرفوا يتنقلوا كويس وبيعرفوا يتحايلوا كويس على الرقابة تمام؟ فعملنا لنا أزمة الفساد بيجيب فساد الفساد في إيه؟ الفساد في إيه؟ الحل وإحنا خطبنا رئيس الوزراء إنه يبقى فيه اجتماع لكل الجهات المعنية نناقش هذه التعقيدات في الترقس يعني لو التعقيدات بتاع الترخيص تحلت تعتقد إنه هنلاقي ناس بتسعى للاستثمار في هذا المجال؟ طبعاً طبعاً خلينا نتفق بس أنا بتحديدك قلت كلمة أنا كنت عايزة أبدأ بيها خلينا نتفق إن الصحة دي استثمار نعم ولو اتفقنا على كده هقول لحضرتك إن الاستثمار في الصحة النفسية وعلاج الإدمان هو أهم استثمار في الصحة منظمة الصحة العالمية نشرت في 2020 إن 13% من أعباء المؤامرات كلها الصحة النفسية يعني الصحة النفسية وعلاج والإدمان بيمثل 13% من أعباء المرادة 2-3-4% من الاقتصاديات الدولة من إجمال الإنفاق العام بتاع الدولة ده ضائع نتيجة التكلفة الإنتاجية الضائعة ومصاريف الإدمان أنا المدمن أو المريض نفسي اللي عنده اضطراب نفسي مش بس بيتكلف علاج لأ ده في تكلفة إنتاجية ضائع عن الدولة طبعا أمريكا في 97 صرفت 11.9% من 10% بليون بليون دولار على علاج الإدمان فهو استثمار أنا لما بعالج اضطراب نفسي أو بعالج مدمن أنا بوفر على الدولة مصاريف أكتر فخيرا تفعل كده إيجابي عملني أنا كطبيب بيعالج زي مصنع بيستثمر مش توفره كحكومة تسهيلات للاستثمار عملني كده مش تجيلي تقول لي شبك يعمل كده يعمل إيه يعني يعمل إيه؟ هقول لي حضرتك أنا هتقول لي ليه أنا رخص إداري رغم أن ده مخالف للقانون القانون السادة النهاية بتكلم عنه 81 لسنة 1981 المعدل بمئة 53 تقريباً من 51 لسنة 2004 ما بيشترطش إداري ده اشترطت محافظين عشان من الآخر بس هو بوضوحه صراحة هو تنمية أو تدخل للسنديق الخاصة في المحليات دي فالمقابل يقول لي أنا إداري طب لبيب أو مجموعة أطباء متأجرين عمارة كاملة مقفولة تمام؟ يقول لي أنا رخصها إداري رخصها إداري هيصرف عليها 7-8 مليون جنيه عشان تلسع سنين طب مستحيل مش هفتح البديل بقى إيه؟ هيتفتح تحت السلة ناس غير مؤهلة ومش أطباء ولا فريق طبع طبع للفريق الطبي تمام؟ بس بيشحنوا العين وبيسلسلوه الغيل طبق القانون أنا مش مهنة تجارية بتخلينا رخ تجبرني إن أنا أدفع إداري تيجي الحريق الدفاع المدني يقول لك أعمل شبكة حريق تمام؟ طب المحاسب والمحامي والبتاع ده بتجبروا إنه أعمل شبكة حريق بس المستشفى ده شيء طبعا المستشفيات بيضرب حذائك يبقى فيه تصنيفات تمام؟ أنا علاج إدمان مش محتاج على فكرة أرخص ليه ما عندك مطابق وعندك حاجات بتقدم أكل وحاجات؟ لا أصدق أصدق مش محتاج شبكة غزات مثلا فهاج الإدمان يبقى على حسب تصنيف المتاعه وتبقى وسائل مكافحة حريق مناسبة أي؟ مناسبة يعني طفايات الحريق في العيادة ده مناسبة أي؟ تمام؟ هتوسع شوية يبقى مركز مستشفى لا محتاج شبكة غزات آه لكن تطبيق عراقيل يعني حضرتك حطيتلي نقطتين نقطة الأحياء أو المحافظة ونقطة العلاج الحر العلاج الحر وتعدد الجهات تعدد الجهات بالضبط تعال أنت بتعدي علي في الرقابة حماية مستهلة تعدي علي تومين تعدي علي وزارة البيئة نعم وكلها الحقيقة مش بتبقى تحت الإشراف الفني المتخصص اللي هو العلاج الحر أو المجلس القوم للصحة النفسية لو بنقش حاجات الإيمان والصحة النفسية على فكرة ده أقل حد بيرائب المجلس القوم للصحة النفسية أقل حد بيرائب اللي هو المفتوض بقى معني والمفتوض بقى يبقى كفر للناس كلها لا دلوقتي بقى فيه اختلاق فيه فيه تعدد الجهات فيه عراقيل زيادة بالتم هدخل في النقطة التانية تمام؟ إن برضو إحنا عندنا في نفس الحكومية تضارب في الاختصاصات يعني الشؤون الاجتماعية أو تضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الرياضة لها دور مهم جداً لكن للأسف الشديد بتتدخل فيه الأدوار العلاجية بتاعة وزارة الصحة إزاي؟ هقول له حضرتك هو الإدمان ده تعريفه مرض مزمن تمام؟ قبل الانتكاسة واخد بقى حضرتك مدى الحياة؟ مدى الحياة لحد ما يدخل للقابر واحنا ما بنقولش عليه شوف يا من الإدمان احنا بنقول تعافى من الإدمان تمام؟ أقل مرحلة على عكس المشاع أو القادمة يكون مفهوم أقل مرحلة أو سهولة مرحلة هي مرحلة إزالة السموم يعني هو إزالة السموم ده أنا في مصر متبع مدرسة ما فيش سحب تدريجي أنا بحطه في المكان تمام؟ وبتابع الأعراض بتاعة الانسحابية عنده مغس بديله حاجة للمغس عنده صدق بديله حاجة لصدق دي بتاخد حوالي ماكسما من 15 يوم ده ليه فترة الانسحاب؟ أه الأساس في الدور العلاجي هي مرحلة بقى تغيير نمط التفكير الإدماني تغيير السلوك الإدماني تغيير البيئة اللي كان عايش فيها ده هي مسألة صعبة ولكنها ممكنة وناس كتير نجحوا في الانسحاب ده حقيقي بس في الأماكن الصح آه طبعاً هي منظومة متكاملة أعرف المدمن إزاي يتعامل مع فكرة اللهفة أي أعرف لو فيه اضطرابات في الشخصية مصاحبة للإدمان لازم تتعالج دي بتاخد فترة ده ده شغل الفريق العلاجي إذن حضرتك بتقول لي هي مش مجرد ما صحة هحط فيها شاب مدمن هيطلع متعالج ولكن هي منظومة متكاملة طيب أستاذ ستو هخلينا رجعلك تاني سرد الناية انت كان عندكو رحلة للحصول على تدخيص ممكن توصف لنا كده عديتي بيه طيب هتصح لحرقتك بس حيني الأول يعني كمل الجزء الأولاني هكامل الجزء الأولاني هو إحنا ليه بنمشي عكس استراتيجية الدولة استراتيجية الدولة والقيادة السياسية بتقول إيه؟ تقول إنه السنة ده ده عام المجتمع المدني مصبوط يبقى إحنا المفروض إن إحنا ندعم دور المجتمع المدني في كافة مناحي الحياة وبالتالي مجال الإدمان الإدمان أزمة مش بس صحية بس كمانة اجتماعية ففي ليه دور المجتمع وفي نفس الوقت هو برضو توجيهات الدولة دايما إن إحنا بنحاول ندلل العقبات وإن نطلع لأماشا نوصل للأفضل صورة ممكنة عندي مجموعة من الستيك هولدرز أو الشركاء المعنيين بالموضوع وهي زي ما سيادة الدكتور قال إنه عندي وزارة الصحة وعندي وزارة التضامن وعندي وزارة الشاب والرياضة وكذا إحنا مش عارفين نوصل لسيغة شراكة وهو ده بعد اللي هو تخل منه لللي حرارتك بتقول موضوع الترخيص إحنا كل جهة بتعطل مش بتبني ومش بتساعد الهدف ما فيش رؤية يعني إذا كانت الرؤية إن أنا يبقى عندي مسحات علاج إدمان عشان تستوعب الولاد اللي بيدرونا كلنا في الشوارع وإحنا ماشيين ونقدر نعالجهم فالأداء بتاع موظف الحكومة أو متخذ القرار في تحديد شكل الشراكات يبقى عامل إزاي بين مجموعة الجهات المعنية عنده مشكلة كبيرة لأنه الحقيقة إنه حدرتك عندك نقابة الأطباء هي أقل مكان في مشكلة لأنه بتاخد رسوم الترخيص وخلاص عندي المجلس القومي للصحة النفسية مش موجود غيب تماما غير مفاعل وغيب المجلس ذا تابع لإن؟ وزارة الصحة لا هو مجلس قومي مجلس قومي مجلس قومي بيرقاسه رئيس الوزر أه عمال العمل الصحة النفسية لتابع لوزارة الصحة بس مجلس قومي للصحة النفسية ده مش موجود بالرغم من أنه إيه؟ من أنه يعني كان ليه قانون في سنة 2020 قانون رقم 210 لتانة 2020 ولم يفعل حتى الآن وأنا متفقت معي عن موضوع ده المجلس ده في إيديه حل الموضوع كله لو بقى مجلس إدارته أو بقى القائمين عليه هم بس المسؤولين عن موضوع ترخيص المستشفيات المشكلة في العلاج الحر العلاج الحر بيمنح مهلة زمنية للمستشفى علشان تستوفي ترخيصها ضمن المهلة الزمنية دي مجموعة من الجهات اللي لازم صاحب المستشفى أو اللي بيحصل على ترخيص يمر عليها من ضمنهم المحافظة والإسكان والحي والموظفين الحي وموظف الإسكان في الحي وكل الناس الأفاضل دول وبالتالي المهلة مع الوقت بتخلص لأن انت بتحاول تصرف فلوس ما بين سكني لإداري لأ غيرها خليها تجاري الحاجات دي أنا عشتها مع ناس دينا مشروعة أغيرها خليها تجاري لأ هي مصدوط تبقى سكني نعمل لجنة لأن أنا كموظف مش قادر أخذ القرار ومضي أخاف من محاسبة وبالتالي نرجعها تاني للمحافظة يعني الحي ومرجعها تاني للمحافظة طعد أيام الأيام دي بتعد منين؟ من المهلة اللي واخدها من العلاجة الحر؟ يرجع بقى يرجع ده غير أن العلاجة الحر أصلا اشترت الشرطات الباب بيفتح يمين ولا شميل ده حقيقي أنا شفت ده بعيني ده إذا اللجنة نزلت وإذن المهلة اللي هم حطينها يعني مثلا بيقولك أن الترخيص المفروض يخلص خلال شهرين ممكن اللجنة تنزل بعد ست شهور يعني أنت ألزمت نفسك بأنها تنزل خلال شهرين بتنزل خلال ست شهور طب المهلة كلها قد إيه؟ فيعني مجموعة من العقبات يعني أنا مش عارفة بالضبط الحقيقة بس هي المهلة يعني في الآخر عمرها ما توصل لسنة حتى لو سنة وضيعت ست شهور عشان المعاينة مضيع مضيع وإيه واللي هو تحتاج أن أنت كل شوية بتبقى مهدد لأنه أنت لازم وإنت قبل ما ترخص تبقى جايب الستاف والتمريد وتبقى منشأة ما فيهاش مرضى مين؟ آه يعني ناخد المبنى سواء أجرته أو اشتريته دفعت فيه ملايين وجبت ناس عينتهم وأعطهم بلا شغل ويستنوا اللجنة بقى تنزل واستنى اللجنة بالسنة يتنزل يا ما تنزلش آه ولما تنزل يا توافق يا ما توافقش وهتطلع لك بقى أنه عتبة الباب ما عرفش عاملة إزاي باب يفتح يمين ولا شمال آه فين كسم الرعاية مركزة إيه دي مستشفى علاج إدمان وانهارجا بقى لسيادتك قلتوا في حاجة موالج الإدمان ممكن حد ينتكس ويبقى محتاج عنهم بركزة ده حقيقي ولكن إحنا مع عشان كده لما بيتلاهم مرحلة الدوكس أنا مفوضة أفصصهم هو فيه واحد بيطلع مريض عنده ملمس مرض نفسي ده يفضل في مستشفى مرض نفسي وفيه واحد بيطلع هو خلص خلاص وبقى عنده محتاج تعديل سلوكي التعديل السلوكي محتاج شراكة مع الصحة مش محتاج وزارة الصحة هيك فاهم قصدي يعني أنا عملت دولة خلاص الدولة عملت صندوق مكافحة الإدمان بقى أمر واقع أتشارك معاه مش أتعمد أن أنا طول الوقت أبقى عايزة أخذ منه الشار بتاعه ويبقى بعد ما عمل المنشأة مثلا اللي هي عزيمة أو كده يبقى مش عارف يجي فيها دكتور لأنه مش عارف يرخصها يعني وزارة التضامن مش عارف أترخص لأنه لازم يكون باسم دكتور لأ أنا ليه ما تشاركش مع دكتور ويجي يشرف فيه بقى فيه إشراف طبي مش لازم تبقى تبعية كاملة هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه مزيد من أمرونا لأنه الهافوي موجود كمان عند الأمانة العامة للصحة النفسية وبيبقى علاج يعني يعني حريك بتروحي الولد لبيته ويتابع معاك ومش مأمنة أنه يبقى في مكان مرخص بس مش تابع لحضراتك يتابع معاك برضو من عايزة أفهم إزاي هيكفيه إنت عصدي إيه يعني دلوقتي هم عندهم مرحلة مع بعد العلاج اسمها أنه بيتابعوا المرحلة دي المفروض أنها تبقى في مكان آمن اسمه هافوي المكان ده برضو بيمارس نفس الاثناشر خطوة مراحل متطورة منها ولكن بيبقى غير خاضع لوزارة الصحة ده اللي إحنا بنقوله يبقى خاضع لوزارة التضامن مع السندوق ويبقى فيه شراكة إشرافية من وزارة الصحة بالضبط زي ما وزارة الصحة بتعمل مع البيت هي بتطلعه بعد ثلاث شهور ويتابع طب ما تسبيه روح الهافوي مترخص من غير ما تقولي أنا عايزة التلخيص يبقى عندي حالتك فيه أنت قصدنا إيه علشان ندي مساحة للناس تستثمر علشان أقدر أعمل مسحات في محافظة زي سهاج اللي فيها أعلى نسبة إدمان سهاج أعلى نسبة إدمان في محافظة سهاج؟ بالضبط غريبة وما عندناش هناك مسحات هي البلد تحديدا سهاجة صدى ناسها طيبين قوي ده ده دي المؤشرات اللي صدر عن الدولة يعني في أماكن ما فيهاش مسحات وماحتاجين ده لأنه سهاج فيه هو ده ما فيهاش ما فيهاش وهي الأكتر وهي أكتر تدرون محتاجي إحنا محتاجين طلعوني فاصل دلوقتي بيعملوا يعني السندوق الحقيقة شغال في الموضوع ده كويس قوي بس إحنا محتاجين التوسع فيه مسحات علاج الإدمان عن طريق تيسير الترخيص وتشجيد الرقابة طيب خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل وزمع الدكتور لأن المسألة تبدو أنها شديدة التعقيد وما ضاقت إلا وفرية إن شاء الله أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى بواصل خواري مع ضيوف الأعزاء حول قضية هامة جداً وهي عدم وجود مسحات إدمان لعلاج المجمنين معتمدة مسحات الخاصة أغلبها غير معتمدة اللي سادة النائبة قالت لي من 25 ل 30 ألف غير مرخص و 1500 مرخص السرير مش منشأة نعم سرير مش منشأة سرير جمعية منشأة تريد عندنا 25 ألف منشأة يعني خلونا بس ينضم إلينا صوت آخر الأستاذ الدكتور هشام جمعة أخصائي علاج الإدمان بسندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهلا وسهلا دكتور هشام أهلا وسهلا بحيك يا فندي وضيوب سحياتك الكرام أهلا وسهلا يا فندي دكتور هشام تعتقد إن الصندوق قادر على علاج نسبة قد إيه من الذين يدمنون طيب خلينا بس أن نعرف القضية شائكة ويضيوب سياتك الكرام بقالهم فترة بيتكلموا في القضية بجوانب متعددة سواء في الأماكن اللي هي الغير مرخصة أو لو هنتكلم دلوقتي على ما يخص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الأماكن الحكومية أو الجهات الرسمية الشريكة للخط الساخل لعلاج الإدمان لو هنتكلم بالأرقام شوية هجوا على سؤال حضرتك إن إحنا قدلنا في خدمة العلاجية لمية واربعين ألف مريض في العام الماضي لو هنتكلم عن نسبة الطعاطي والإدمان في مصر تبقى لإحصائيات سندوق الإدمان هنقول إن نسبة الطعاطي في مصر حوالي عشرة في المية تبقى لآخر مسهر قومي تم في السنين الأخيرة عشرة في المية من تعداد السكان؟ آه يعني بكلم في حوالي عشرة مليون تقريباً يا فندي في الحدود عشرة مليون عشرة مليون السندوق دلوقتي لو هنتكلم على مجالات السندوق آه هو عنده تمانية وعشرين مستشفى على مستوى الجمهورية أو مركزه لا هو لازم يصلح حشان منزعيكش الناس عشرة في المية إدمان يا دكتور ريشام لا تعاطي يا فنديم مش إدمان اتنين في المية إدمان وعشرة حضرتك بس طبيب يا دكتور ريشام هلو حضرتك طبيب؟ طبيب بشري ولا أصحي لا علم نفس نعم دكتور في علم النفس دكتور في علم النفس آه مش طبيب بشري يعني لا 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 مش طبيب تمام تمام انت حضرتك بتقول ان في عشرة مليون متعاطي في مصر بالضبط وحوالي اتنين في المية مستوى الإدمان في مصر اتنين في المية ادمان بقى مدمنين بالضبط اتنين واربعة من عشر اتنين واربعة من عشر يعني بنتكلم على اتنين ونصف ده آخر مسح في 2019 وبالمناسبة كان بالشراكة مع صندوق مكافحة الإدمان أمام عام الصحيح النفسي هو صندوق مكافحة الإدمان والمركز القومي للبحوث الجنائية اتفاضل يا دكتور الشام كامل طيب كنت بقول له حراك بس احنا بنتكلم على 140 فرصة علاج تم اتاح من المراكز الشريك للخط السخن لعلاج الإدمان في العام الماضي استندوق دلوقتي بيقدم الخدمات بتاعته من خلال 28 مركز على مستوى الجمهورية على مستوى 17 محافظة وان شاء الله في القريب العاجل هيتم اعداد لاتتاح مركزين جداد واحد في محافظة الجيزة طيب دكتور الشام هو انا ما كنتش يعني الحلقة دي تحديدا مش علشان اعرف بس الصندوق بيعمل احنا عارفين الصندوق بيقوم بجود كبير لما بتكلم عن 140 الف مريض انا بسأل عن كيفية المتابعة هل حضرتك عندك نسب تقول لي قدي ايه رجعه تاني وارتده وقعاده للإدمان قدي ايه رجع يحتاج علاج مرة اخرى ورجع لكم طيب احنا هنكلم على كده لو الصندوق بيتوقف عن علاج المدمن ولكن هو الصندوق ما بيتوقفش اصلا عن علاج المدمنين يعني عشان بس نوضح السؤال ده لازم نوضح العلاج بيتم ازاي من اول يوم المريض بيجي في المستشفى وبعد كده حتى لما بيوخه اذا كنا احنا بنسيبه ولا بنكمل معاه اه هو زي ما الدكتورة اللي قدام سيداتك الأفاضل التقدره قاله انه هو بيبقى فيه في الاول مرحلة للعلاج الدوائي ويصحب السموم دي بتبقى من خمس تيام لعشر تيام ممكن تمتدر حد اسبوعين بعد كده المرحلة التانية اللي هي التأهيل النفس والاجتماع بتقعد من شهر للثلاث شهور ولكن المريض لما دخل بعد كده من المستشفى عشان يخش داخل المرحلة اللاحقة اللي هي الرعاية النهارية او الرعاية اللاحقة هنا بيبتد ان هو لسه ييجي للمستشفى تاني عشان يتلقى الجلسات النفسية سواء على المستوى الفردي او على المستوى الجمعي فاحنا متابع المريض لحد يوم ما يموت لان الادمان هو من الامراض النفسية القابلة للانتكاسة ده بعد فاحنا منوقفش علاجهم المية واربعين الف عيان اللي جوهم تلقوا الخدمة العلاجية بالكامل ولسه الغاية دلوقتي احنا مكملين معه طيب دكتور شهام هل بتجيلكو حالات بتشتكلكو او بتحكيلكو عن تجارب سيئة في مساحات غير مرخصة اه طبعا ده بيحصل وعلى فكرة برضو الجديد بالذكر ان انا اوضح لحيك ان احنا بنواجه المراكز الغير مرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية مع الهدارة العامة لمكافحة المخدرات احنا بننزل حملات طول الوقت عشان نواجه المراكز دي ونقفلها لان بغض النظر عن اجراءات الترخيص اللي انا وحاكم تابعها معاك من اول الحلقة والعقبات اللي بيكون موجودة فيها او التسهيلات يعني في سنة قفلت ايه تقريبا يا دكتور الشام؟ دعم لو قلت في سنة 21 هل يمكن دكتور رقم اغلقنا كما صحة غير مرخصة؟ لا الاحصائية دي مش تحت ايدي دلوقتي ولكن الحملات مستمرة طول الوقت يعني دي مش حاجة بتحصل وفرط احنا طول الوقت بننزل بتعاون مع وزارة الداخلية بيكون في لجنة مكونة من ثلاث جهات من الادارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية وصندوق مكافحة علاج الادمان وادارة العلاج الحر في وزارة الصحة بننزل على الاماكن غير مرخصة والمكان اللي ما بيكونش مستوفي ترخيصه بيتم اصدار تصريع اصدار الاجراءات باغلاق بشكرك جدا دكتور الشام جو مع اخصائي علاج الادمان بصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي خلينا ارجع لك تاني يا دكتور احمد واسأل في جزئية دوركم مع الاطباء اللي بيمرسوا هذا العمل تحت السلم يعني بيروح باسمه بس ويروح يشرف وبيجيبه شوية يقولوا عليهم ممرضين وهما مش مؤهلين وكده هل في حالات عدد معين نقدر نقول انه تم معاقبته تم فاصله تم بتعمله ده بيوصلكم هو لما بيوصلنا عن طريق شكوى من مريض او من اهل المريض او عن طريق شكوى من اي حد انا ممكن اقدم شكوى لا يعني اللي بيتم ضبطهم من المركز بتكلم عنهم لما بيجي حلنا لما بيحلوهم يعني حصلت في مرة ان الامانة العامة والصحة النفسية احالة طبيب لعقوبة تقديبية في النقابة احنا بنيدي عقوبات تقديبية في النقابة تمام لما بتيجي شكوى سواء محالة من وزارة الصحة او من شكوى من المريض بيتم يفتحية فيها في لجنة التحقيق وبعد كده لو تثبت الادانة بتتحول لها هيئة تقديبية العقوبات من بداية من اللوم لحد الشطب من مزولة المهن طيب انساء انت حضرتك ما هي بداية الخيط بداية الخيط ان احنا نبقى فيه تنصيق ما بقاش فيه تنافس وتداخل سلطات يعني عايزة الله حركة تنصيق مع مين ومن اللي يعمل التنصيق ما هو ده مش بداية الخيط لا 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 ده هو اساس المشكلة ان فيه تداخل في الاختصاصات وعدم القيام بالادور الرئيسية عملولكم مجلس قومي وما عملش فيها جواه ما هو بالزبط للمجلس يعني الاستاذ هشام طبعا انا بتحفز انا اسف يعني ما احترامه طبعا استاذ ده لقب كبير على فكرة انا بتحفز على ان هو يقل عليه دكتور هو اخصائي ويلتحق باخصائي ما هو اخصائي ده في القانون ده حاجة مرتبطة باداء مهنة الطب وفيه حكم المحكمة على فكرة بمنع الالقاب اللي هي بتوصل للجمهور ان هو طبيب يعني تعبير اخصائي هنا لا لا غير دقق اطلقت دكتور علم نفس اه يا فهله اه يبقى يتكاتب اخصائي Young Chronicles اخصائي علاج نفسي يعني طبيب نفسي اخصائي علاج نفسي ده حاجة رلتس ده بياخد بها ترخيص من المزاردة الصحه اه لكن اخصائي علاج ادمان ودكتور اه بتبقى علم النفسة CH一 third ما بتبقاش علم النفس بس يبقى فقط خاصه تانى عشان يبقى اخصائي اخصائي علاج نفسي لازم بياخد ده طبقا للقانون على فكرة اللي الأستاذ بتقول عليه بيجتاز امتحان في لجنة في وزارة الصحة تمام وبياخد الشهادة دي التركيز فالأستاذي شام قال قال اللجنة اللي اللي بتمر علاج حر وصندوق مكافحة اليدمان والإدارة العمل المقدرات والمجلس القوم للصحة النفسية اللي هو أساس دوره بالرقابة موجود في اللجنة تمام التأهيل اللي بتعمله الصندوق مش مهمته العلاج الحقيقة الصندوق مهمته التمويل والتنصيق مع وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية تمام للقيام بالدور العلاجة والدليل على كده ان هم بدأوا بالخط الساخن يعني بتجينا في العيادات في عيادات الإدمان في المستشفيات الحكومية في عجز مال الخط الساخن الخط الساخن ده بيدفعوا صندوق مكافحة الإدمان المريج ما بيتطعش حاجة بيقول إنهم بيعلوا بيتابعوا يعني لا هم للأسف الشديد فتحوا أماكن علاجية وده غير صح أصلا أنا هقول بس هقول الجزئية اللي هي فيه اختلاف العلاج المرحلة اللي بتقول عليها الأستاذ السهل اللي هو التلات شهور في المستشوى وبيطلع يقعد يتابع من برة وييجي البتاع دي دي مرحلة علاجية مش مرحلة تأهيل ودمجة مجتمعي دي مرحلة علاجية يا فندم حضرتك معلش أنا آسف أنا ما أقدرش أنقش حضرتك في الإعلام لأن حضرتك مجالك الإعلام لكن ده شيء متفق عليه يا فندم ده مش كلامي مش كلام شخص ولا كلام إنشاء ده كلام علمي تمام حضرتك وأنا هاته أسازة الجامعات وأسازة المعنين بالتعليم وهاته ناس من برة هتقولك الكلام ده عشان بس نمشي صح دي بص يا فندم تعديل السلوك النمطي للإدمان والتعامل معاه واللهفة وتعديل الاضطرابات النفسية والشخصية المرتبطة بيه بياخد من ست شهور لسنة بس أنا في فترة تقييم على حسب الفريق الطبي ممكن يقعد من شهر لثلاث شهور داخل المستشفى تمام؟ وده بيبقى على فكرة فيش حاجة اسمها علاج دوائي لعلاج الإدمان فيش حاجة اسمها علاج دوائي ده أيوة وقريبا حالتك الفترة بقى اللي هي كمالة من ثلاث شهور لحد السنة بيتابع معايا في جلسات علاجية رايح جاي ويبقى حد من الفريق العلاجي ينتابعه مع تليفونه ولما بتجي له اللحفة بيتصل بيه لو في الفجر عشان هو فيتعامل معاها ازاي بعد كده المحرولة دي في حاجة اسمها دمج مجتمعي وتأهيل مجتمعي ده دور وزارة التضامن الاجتماعي وتوجده شغل زي اللي بيعمل حدثة كده بياخد فيزيو سيرابي علاج علاج تأهيل وبعدين وزارة التضامن بتعمله كشك يشتغل فيه تمام لكن وزارة التضامن ترخص لعلاج ويبقى الطبيب بس هو مدير المصحة ويجيب مدمن متعافي هو اللي يقود الفريق العلاجي دي كرسة ده حاجة تانية بس اخر حاجة السجن اصلاح وتأهيل لو دخلت حضرتك المدمن بعد ما قاعد التلات شهور اللي هو بتقوله بتلات كمالة المستشفى ودخلته السجن اللي هو اصلاح وتأهيل هيطلع من على باب السجن يضرب مخدرات تمام في كرسة برضو مجتمعية اصي في وصمة في وصمة عشان احطها في وصمة في وصمة انا بقولها للامانة عشان احط عشان احط قدام الناس مسحة تمام تأهيل وحطها تضامن اجتماعي انا بنزل بنزل بالخطوات اللي خدناها قبل كده ان الادمان ده مرض بنزله لوصمة اجتماعية تانية ازوتها اكتر ما هي موجودة ده موضوع هل هو مجرم ولا مريض ومريض يستحق العلاج وليس مدري ما يستحق اليدانة برضو فيها وجهات نظر وفيها اختلافات يعني تمام لك الختام ليه الختام طيب انا بس يعني هقف عند اللي قاله دكتور جمعة هشام جمعة لماذا نغلق المصحات ولا ندل ترخيصها يعني الوقت احنا فرحلين قوي انه احنا رحنا قفلنا المصحات طب يعني لما قفلت المصحات وديت اللي في المصحات فين خدتهم عزيمة وفي ناس ما فيش كباستي ما فيش قدرة استيعابية طيب ليه بقى ما يكونش عندنا استراتيجية تانية ان احنا قدميني الاستراتيجية سريعة وليلي حل نبتدي منين طيب احنا بس اقول لحلتك حاجة احنا حاجة بتقول كلام محترم جدا لكن دكتور ايهاب الخراط هو اعتقد انه قام في علاج الادمان نعم وعنده يعني مراكز وعنده كده وهو اللي انا بقوله ده كانت من ضمن توصيات حضرته في الجلسة الحوارية ولي كان فيها جزء من الدكاترة بتو وزارة الصحة ويه اه للسندوق اه اللي على فكرة هو في معاهز طب اللي كانوا في اللجنة مش قامت نعم قامت برضو انا ما اعطاعتش حضرتك طب ثاني انا اقول لك بقولك نموزج لنحاية حضرتك يعني يعني طب المتعافي 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 المعالج مش دوره ان هو يفتح مساحة بس انا اقدر كدولة ان انا علشان اعظم الدور ان انا استعين به وده بيحصل كمان في الحوارية لكن انا عشان ابتدي احل المشكلة ووفر استراتيجية انا محتاجة افصل ما بين يبقى فيه شراكة حقيقية وفصل بين التبعيات طالما انا بديله معالجة نهارية يبقى انا المفروض اني اخلي التبعية مش مكسورة على وزارة الصحة واذلل العقبات بتاعتها رخيص علشان اقدر اتوسع في ذلك وده موجود وهنعمل قانون ان شاء الله اختمان اختمان واغولك ان انتم كتنسقية عندوكو ناس مخوكو كويس او تبزلوا جهد كبير انتم في مجل الشيوخ فرصة ان انتم تكملوا المشروع بالكامل تقدموا تصور بالكامل وتستوفوا الازمات جاية منين ومصادرها اختراح جهة واحدة تضم زي ما بنكلم الشباك واحد للترخيص دراسة المشكلات بتاع المساحات اللي التي لم تحصل على ترخيص وبقالها مدة ودور المجتمع ونقدر نرجع لسيد وزير الصحف ده ويبقى فيه تصور كامل تفعيل المجلس القومي ويتقدم للمجلس الشيوخ ويتناقش دراسة الحقيقة لان مجلس الشيوخ مختص بالدراسات وقتراحات برغبة طلب منقشة لكن الاجراءات التشريعية مع زملائي في التنسيقية في مجلس النواب ان شاء الله ان شاء الله بشكر جدا سكرا يا فاني بشكر سيادة النائبة سوها سعيد وكل لجنة الألام والثقافة في مجلس الشيوخ بشكر الدكتور احوال حسين عوض المجلس تقاطي الأطباء انا هو تخلص في مص دقية ازل العقبات بتاعة الترخيص في الناس المؤهلة اللي هو الفريق الطبي اللي هو منهم الأطباء والتمريض والإكس آدكت ولا اسيب بشكر جدا يا دكتور دي كانت ناية حلقتنا النهاردة غدا ستكون حلقة جديدة بإذن الله تنضم إلي زميلة العزيزة كريمة عوض بكرة ان شاء الله وكما اعتدنا وكما اعتدتم مصر دائما بخيف طول من انتم خير تصوى على خير ترجمة نانسي قنقر